سوف تتكلم على هذه الأمور تتكلمت بعد رياضات تتكون مخاطرة على العين تبيت لتخسراء سوف نعطي مثال سخطو الحالة التي تشوفها هو الناس سيكونوا العيالات التي سيولدوا والطبيب للولادة يكون يعرف بأن هذه السيدة لديها نظارات إغلاد يعني عندها الاميوبي يعني الشبكة ذي لها رهيفة تصفت لنا قبل أن تولد لكي نقلب لها الشبكة ذي لكي نرى لكي لا يوجد تمزق قبل أن تولد لأن هذه الزحمة للولادة يمكن أن تقطع لها الشبكة وهي إذا كان لديها تمزق أحدهم قبل أن تقلع لكي نرى وهي م~~~~ يمنحك يتبني فقط فهو الزحمة التي تكون مصدرات إغلاقية يمكنك تنطيع أن تقلع لك ميوبية يعني القصر لا يوجد حواجات خريم لأن الإنسان يجب أن يرد لهم البال أيضاً في صحة الشبكية فوالا دير شبكة العين نحن دائماً نقوم بواحد تشخيص ديال هاد التمزقات قبل ما تقلع الشبكية حيث مني كان وصلوا بحق قميجة شي 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 توب مني الله كي بدأي تقطع ما الأحسن أنك تخيطه قبل ما يتشرك كامل مهار كي بدأي تقطع كي بدأي تقلع الشبكية قبل ما تقلع حيث تقلع حيث إذا تقلع سيجب أن نقلعها والبنجعام وهذه الأمور كاملة ويجب أن نتفادوها بحق الحسد الليزر التي تقدر بحق سرعاً تقدر أن نتفادو هذه المشاكلة لذلك هنا في هذه الأعراض أنك مني سيبلك البرق والنجوم تخدم بعين الاعتبار أنها هي عالمة مستعجلة خاصة العلاج لذلك هنا في تقلع الشبكة لكي لا نصل فعالية العملية تقلع الشبكة عندها فعالية أكثر لذلك هناك تقلع الشبكة لذلك هناك تقلع الشبكة لا تريد أن نقول أنه سوف يحاول أنه سوف تقلع الشبكة 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 ويغطي فيها ترى تقلع الشبكة تقلع الشبكة تقلع الشبكة تتطلب الدق تقلع الشبكة تحدثت منه تقلع الشبكة تقلع الشبكة وأنت تعلم يمكنهم أن أراه جيدا لكن هناك من أليس الحزن إذا كان أشبت به الدخولة تبتعى من أجنب أو ما يجب أن يكون مفيدة ونحن نحن 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 نسخة المغلاف أو الخامية قد تقلع لأن الشبكة قبل أن تقلع الخامية قبل أن نقوم بإخطاء الضيسر باش نتفاده وانا ننذره عملية حي تقدرون نتفاده وانا ننذره عملية شبكة دي العين واش تايي كاتشيخ واش تقدر توصل تقلو على كتوصل شيح ويشخرين بالفعل كاتشيخ يعني انه واحد الخلايا اللي كيكونوا فيها بحي يقول شي كيبقوا واش كي تستهلكوا لكي شرفوا لكي بدواوا يعيو ولكي بدوا يموتوا هاد المشكلة هادا كيجي الواحد الناس اللي كيكون عندهم اصلا في العائلة كيكونوا هادا شيخوخة شبكة كيف ما كنسميوها يعني انه العين كبدت باحة خلايا المحورية باش كنشوفوا الوسط وكنشوفوا الدقة باش كنقرعوا باش كنشوفوا عشراء على عشراء هادوك الخلايا اللي كيينين في الوسط هما اللي كيبدوا يشيخو كيبدوا يموتوا مع الأشي عديل الشمش مع الغارو مع الزعمات تغذية اللي ما كتكونش موازنة كتكون قليلة من البيتامينات مضادات الأكسادة بالخصوص هما اللي كيحميو wie في هذه الشباكية من شيخوها باش كيبدوا يحسوا الناس في اللول كيبدوا يحسوا بأنه في الوسط واش كيت بدى صورة كاتعواج اي يعني يشوف واحد خطوطة في عيب ميكونوا متوازين كيبدوا يعواجه كيبدوا يشوف بحق قلت الشي الكتبه شكري يعوجا كيقدر يبدأ يشوف بأن الشوف كيبدأ ينقسله كيقدر يشوف بحق يقلت شي واش في اللول زع ما في الأعراض الأولى ويبقى يشوف شي حاجات كثيرة ويشعل تسني بحلقه ويشعل فلو ويشعل المرض يبدأ في التطور هذه الأمور تجعل الناس يستدعون ويقومون بشوكات في قلب العين لذلك تسمع الكثير من يقولون بشوكات ويجعل يعودها كل شهر وكل ثلاثة شهر ويجعلون 6 شوكات ويجعلون 10 شوكات في العين لذلك نعرفهم كما في المشاهدة ويخطبون أن يكتفون شهر و60 سنة هناك الناس يتحبون بأن هذا الشيخوخات الشبكية مع إرتفاع مدة حياة جنة ويجعلون أكثر هذه الأمور لأن الشيخوخات الشبكية يصلون إلى 60 سنة لذلك نسمع هذه الأمور يتحبون الناس يتخلقون ويقولون الشيخوخات الشبكية رواقية ويجعلون نهائيا ما غاديش نبقى نشوف هنا فين غادي نصحوا وغادي نقولوا بأنه ماشي غادي يمشي لك نشوف يعني هو كي قيس هير شوف الوسط يعني أنك انتايا غادي تشوف فيها تشوف وجهي هير وجهي بوحده اللي ما غاديش يبالك مزين الجناب جناب غادي يبالك مزين هو كي قيس المحور الممو دلعين أو القلب دلعين فقط لا في الشبكية نحن نظر دائما على الشبكية هنا الوسط للشبكية فين كنشوفوا دقة هذه المنطقة اللي كنشوف الوضوح حيث حنا نرى كنشوفوا انفاس والكرافج جناب راكي بلنا صح هنا فين كنشوفوا نحن نطمنهم كنشوفوا مرة ما غاديش يمشي لكشوف بعد ستين سانة إلا كان عندك شيخ وخشة نهائيا هير هو المنطقة المحورية هي اللي غاديت تكون متضرة كيكونوا واحد كيكون شو واحد في العائلة عنده المشكل من الأحسن نحن ندروا تشخيص في الأول وسيخطوه باش إلا كان القارو نحيده إلا كان بحل فيتامينات نعطيهم إلا كانوا شي نضطارات واقية للأشياء على فوق البنفسجين اللي زغيين يتخفيوا لحيتهم اللي كيديرونا ذاك التطور دي المرض القبعات اللي كان لبسوهم لشابو الكاسكات كي حبس تطور دي المرض نحن هذي أمور اللي فيها داخل فيها الوقاية داخل في هاد المراقبة دي الصحة العين نحن بما كانت تكلموا على الناس اللي دايجة مصابة من داء السكر اللي كان قولهم انهم خاصوا ميرقبوا العين ديالهم كيف خاصوا ميرقبوا بزاف ديال أعداء فدات ديالهم مزيان نمشيوا لنقطة أخرى مني سنتكلموا على الشبكة ديال العين والتقلع ديالها واش هاد الأمور هذي احنا مني سنقولوا أن العين يعني واحد الحاجة اللي مع الإنسان العمر دياله كامل واش كتقدر تكلمنا قبيلة على الشاشات الناس اللي كي يكونوا كيشوفوا في الشاشات ناس اللي كيخدموا بباسين ناس اللي كيكونوا قراب هاد الضوء ديال ديال التليفونات احنا كنعرفوه أن كينا فئة شسابة وفئة صغيرة أموهن لما الأطفال اللي فغيموا يعني كينا وليد اللي فعلها كينا اسم التليفون كيشوف التليفون بزاف واش فعمار صغير يقدر الولييد هاد يوصل هذا المسألة ديال تقلع ديال الشبكة أولا فقط أنه الميوبي أنه غيوصل لها هو دري صغير غادي يوجد لهاد تقلع شبكة المبعد هاته ما دري صغير زعما ما قليل فين كيكون عندهم هاد تقلع ديال الشبكية زعما هاد الشبكيات اللي كتكون متطرة عند دري صغير هما أكتر مشاكل كيف ما هضرنا عليهم آخر مرة تشوهات خلقية أمور اللي كتكون بحقوتي كي تولد بيها ولي كتبالينا انجانيغال اللي نقدر نعوده ندكروها ولي كي بالك دري صغير الممو ديال عينو بيض يعني أنه مني غاديت تاخد شي تصويرا دياله هادي تبان عين نغمال في البيضة ووحد آخر بيضة حيث نغمال ممكن ناخده تصويرا في جلش واحد لذلك يبالك القلب ديال عين حمر هادي كرا الشبكية اللي كتبالينا حمر وكان مزاف مني كتاخد شي تصويرا كي بالك وشوف عينو جذة تصويرا رجعت عينو حمر داخل هادي كي الشبكية اللي كتبالينا نوالكي اني كتكون شبكية فيها لا يصر شي مشكل شي ورام ولا شي حاجة عن دري صغير نعم كتبالينا ذاك تصويرا فعض ما تكون ذاك الممو ديالة حمر نعم بيضة بيضة بحال كي يسني بشي ضوء لداخل هذا لا يصر يقدر يكون شي كيف كنا تتكلمنا يقدر يكون ورام ورام في قلب العين سيوخ طوال دري صغير اللي كي خصو يكتشف اقرب وقت باش نعالجو قبل ما لا يصر يقدرنا مشاكل اخر بما اننا نتكلموا على الوليدات اشنا هم النصائحة ولا اشنا هم المخاطر دير الشاشة على العين فين كي وصلوا من غير هاد المسألة اشنا الحاجات كي وصلوا باش الوليدين اليوم تكون صرامة حيحنا كنا هضرنا بحال شي واحد اللي غادي اللي غادي اللي غادي يتبلى بشي حاجة احنا دائما الوليدين شنو كنديروا الوليدات جانبا عندك تمشي اللي يصر شي واحد يعطيك اللي يصر شي حاجة وتمشي يتخذ صح صح نوك نفس الحاجة أخص الوليدين هادا كرا تتعبر بلية اكسس والشاشات ولا التليفون ولا التابلات هديك بلية الاباء تقصوا مي يديروا واحد المجهود قبل ما تترجينوا ميتبلا يعني اننا نحنا بدأ اولا نكونوا واعيين كآباء بأن هادا كرا تتعبر واحد البلية اللي يصير تكون خطيرة حيث هي ماء عندها تتعبر بر أصلا مرض مرض حيث البلية مرض مرض نفسي ممكن لديلنا اماشاكل نفسية ذاك الدري ديالك اللي كي تبلب ذاك الالعاب الالكترونية وعادا راكي ولي منعازل منعازل اجتماعيا ذو كده قوت راكي تقدر ديلي امراض نفسية ما يبقى تشيخة في النفس ما يبقى شي نعاس بالليل حيث بني قلتي بلناك السعم الشاشات بالليل ذاك الشاشات فيهم أزرق صح بحيث يهيج الدماغ يجيب لي الله الدماغ بأنه صباح و باقي الشمش راكي لا يخصك نعاس دماغ ما يقدرش يبقى نعاس كي يولي تدري الله تدليه في المدرسة ما يقدرش تكونسنتره مزيان حيث هو أصلا مناعش مزيان دونك أنا ديجا كدر لي واحد المشاكل زعما تا نفسية اجتماعية وصحية بحضرنا عليها أن الشبكية سوف تكبر تكبر وقدر يوقع في واحد تقلع الشبكة والأمراض أخرى حيث يتكبر ميوبي بزاف كي يكون شبكية رهيفة ومع المرات العلاجات التي تنتوصل لهم بعض المرات فبعض الأحيان نسترجع وشوف نعم كيف قلنا اليوم نحن نتكلم على أساس بشأن نحمي العين وعنها كيف قلو الضين معنا العمر ضياننا كيني شي حويج أكيد الإنسان كين قسلو شوف بشوية بشوية ولكن كينين علاجات في النظارات وغيرها وكيني يوم تصحيح لنظار أيضا باللازع كيني بزاف الحاجات كيني الحويج اللي احنا كم بدون فاقمو يعني الإنسان بقي صغير وكتشوف أنه وصل المراحل اللي كان يوصل لها من هنا أنه وحد خمسين سنة وصل له وفل السن دي اتناشر عام أو لستاشر عام صارح أحرام فبتالي نحاولو كيف قلتي تكون الصارحة عمام لعندي الوالدين كنشكرك بزاف دكتور محمد شريف خليفين تختصاصي في طيب والجراحة العيون على هذه النوقات هذه كاملة أكيد كل مستمع ومستمعات كيترقبوا معنا دائما فقدنا اللي كتهتم دائما بالنصائح مجموعة من الأمور وأكيد فيها وحد تحدي اللي أكيد غتشاركوا فيه كاملين دائما من خلال تصوصوا معنا مرحبا دائما على شدائفهم